موسيقى صباحكم خير وسعيدة هنتكلم بإذن الله النهاردة عن ضرة مصر عن قطعة غالية من أرض مصرنا الحبيبة الغالية عن الحصن الشرقي لمصر هنتكلم عن محافظة شعرها ترسل صناعة محاطن بغصن الزيتون رمزا للسلام هنتكلم عن الباسلة شمال سيناء طول عمرها سيناء مطمع لكل مستعمر مطمع لكل مختصب وسيظل الجيش المصري مدافعا عنها بدماءه ننحني له احتراما وتبجيلا هنتكلم النهاردة عن شمال سيناء مع ابن بار من أبناء شمال سيناء دايماً بيتكلم عنها دايماً بيدافع عن حقها دايماً بيقترح حلول لمشاكلها معنا النهاردة أستاذ محمد سلامة العقيلي مساعد أمين تنظيم حزب حماية الوطن أهلاً بيك أنا مساعدة بحضرتك وسعيد أن أكون معيك وده يعني فرصة سعيدة لي أن أطلب حضرتك كعلامية وتميزة وشرف لي والله الحضور يعني معيك إحنا أسعد والله يمرسي على الكلام الجميل دايماً تي صحب بجد يعني حاجة محتلمة جداً وحاجة يعني الواحد فخور أن أنا معيك النهاردة ربنا يبارك في حضرتك ربنا يكرمك عايزينك تعرفنا بنفسك أكتر أنا محمد سلامة بكريس علوم زراعية ودرسات عليا من موليد شامل سيناء الكرامة رمانة شامل سيناء البيئة السينوية هناك اللي احنا اتولدنا فيها يمكن أن تسألتيني سؤال أو أنت جايب معلومات دي منين البيئة السينوية عندنا احنا بتتخلي الواحد لو عنده طموح بيفكر ويقرأ البيئة صعبة بتنشأ شخصية قوية قوية عندها طموح أنا كنت أول حاجة في بداية حياتي كنت عضو برلمان طلائع ورئيس برلمان طلائع عضو برلمان شباب رئيس برلمان شباب عضو برلمان شباب على مستوى المحافظة وبعد كده بقى خلاصة كلية بكريس الزراع ودراسات عليا بعد كده كنت مرشح أصغر مرشح على مستوى الجمهورية الدور الفئة 2014 وبعد كده الانتخابات أجلت سنة وكنت 2015 نازل في دائرة الحسنة فيعني آه صغير في السين شوية بس عندي طموح عندي أهداف عندي فكرة عايزة يعني أنا غيري أي حد من شمال سينة لازم يتنفذ على الأرض الواقع إحنا عندنا مشاكل كتيرة عندنا الدولة بصرنا بعين حلوة قوي إن إحنا مفروض أكيد طبعا أكيد إنت لو لو حد متميز أو حد عندك تحرك وخبطت علي مكتب في الوزارة معنية هيرحب بيك جدا إحنا واخدين حقنا وعايز أقول له حدريك حكا كمان الفترة الأخيرة في ظله جد سيد عبد الرجل عفتاح السيسي يمكن مدينا اهتمام أكتر مما كنا نتوقعه دي حقيقة فعلا بصراحة يعني إحنا الحرقات بتقول كده إحنا كنا ما قبل رئيسة سيدة الرئيس عبد الرفتاح السيسي وضع النهاردة وضع تاني النهاردة حتى في مصر كلها وضع تاني بعد رئاسة هو إحنا ممكن نقبل محافظة المدللة في ظل سيدة الرئيس عبد الرفتاح السيسي يعني بصراحة إنشاءات شغال طرق شغال أنفاء شغال تانمية حقيقية شغال بص لنا بصرا يعني أنا فخور بيها طبعا وكل أهل السيناء فخوروني بيها ويا ربي يا ربي يا ربي يعني يحمي جيش المصري وسيادة الرئيس وينكمل إن شاء الله المصار التانمية والحقيقي على الأرض مصرية إن شاء الله بصفتك ابني من أبناء شمال سيناء وأكيد حاسس بأرض الواقع في إيه وعندك نظرة مستقبلية دا اللي أنا شايفيها وعندك طموح وبأمر اللي إن شاء ربنا يبقى ليك فرصة إن شاء الله الدورة القادمة إن شاء الله عايزيني نتكلم عن الملف التطبي بشمال سيناء المستشفيات الموجودة الملف التطبي عموما على مستوى الجمهورية سيء للغاية إحنا عندنا 218 ألف طبيب على مستوى الجمهورية المتين و 218 ألف طبيب اللي هم مفروض المعدل الطبيعي على مستوى العالم كل 10 ألف مواطن لهم 24 طبيب إحنا لو حسبنا التكتل البشري عندنا أو الناسبة للبشرية الـ 213 و 214 ألف طبيب دول لو وزعناهم التوزيع التعديل على مستوى العالم مزبوط كل 24 ألف مواطن بياخدوا وكل 10 ألف مواطن لهم 24 طبيب إحنا في مصر عندنا اللي بيعمل في مجال الصحة 85 ألف طبيب عندنا الكسافة الطبية في المستشفيات حوالي 38% على مستوى الجمهورية يبقى إحنا عندنا عجز 62% عن نظام الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية وده طلبت بيه السيدة الوزيرة ووزيرة الصحة المصريين العاملين بالخارج إنهم يرجعوا تاني هنا دي لوزارة الصحة المعنية طلبتها لطباء خارج مصر إنهم بالعودة إلى مصر مشكلة شمال سيناء إحنا أقل محافظة في عدد المستشفيات العامة في المحافظة إحنا والبحر الأحمر على مستوى 27 محافظة إحنا أقل محافظة إحنا 7 مستشفيات شمال سيناء كمان عندك القاهرة وجنوب سيناء بتتمتع بأعلى نسبة في الأطباء الموجودين في المستشفيات بتاخد من 75% تمام شمال سيناء وبعض المحافظات بتاخد من 75% عدد الكسافة الطبية العاملين داخل المستشفيات جنوب سيناء والقاهرة فوق 75% تمام في محافظات تانية أقل من 75% وفي أقل من 50% إحنا شمال سيناء أقل من 25% يعني القوة الموجودة داخل المستشفيات القوة العاملة من الأطباء قليلة جدا أقل من 25% يعني أنت مستوزعي التوزيع الديغرافي للطباء أنت مش طرف توزعيه لو قلنا كل 10 ألاف مواطن ليهم 24 طبيب مش موجود الكلام ده إحنا كل الأطباء المسجلين في نقابة شمال سيناء 545 ده يتعالج عن طريق التنسيق وعن طريق استكتبهم بمميزات في شمال سيناء هو أنا كل اللي بيجيلي في شمال سيناء لأن دايما اللي بيبقى عايز بيروح لأماكن الأقرب لي هو كل اللي بيجيلي شمال سيناء بيجيلي تكليف وإنتي النهاردة التكليف ده طالب لسه خريج كلية مش على دراية بكل المشاكل اللي هتواجهه في الصحة وبعدين الواحدة الصحية يعني أنا خلينا بس نتكلم نديهم حقهم وعليهم حقهم أكيد طبعا هو لو ميجي طالب لسه متخرج أو لسه السنة اللي فاتت ويجي عندي هو مش هشتغل بنفس القوة الكسافية اللي هو الشهر كله فلازم يوباله هو عايز يروح لأهله معظمهم قطل كمان من الوادي ومن القاهرة وكلهم بيجوه عندنا انتداب فهو عايز يروح عنده أجازة عنده وقت عايز يسترايح فيه فأقل حاجة الواحدة الصحية بفيها اتنين تلاتة موارسين يعني حتى باببي بديل ما فيش استشاريين ما فيش استشاريين في الواحدات الصحية ولا يعني حتى في المستشفيات العامة يعني فيه عدد ملموس في العمالة في العمالة في الأطباء كمان ما عندكيش الواحدة الصحية دي كمان اسمها ايه؟ واحدة الرعاية الاولية يعني ايه واحدة الرعاية الاولية يعني انا بدل لما تحصل عندي حالة بدل مطلب اسعاف وتكلفة الدولة في الاسعاف وبدل ما اتروح مستشفى عام واخش على الطوارئ واخد مكان طب انا عندي وحدات صحية في كل قرية انا عندي مجهزة الوحدات الصحية مجهزة على علاق التجهيز بس ما عنديش الكفاءة لتشغلها عندي 83 الكوادر الطبية المحالة المتميزة غير موجودة فيش همال سيارة تشغل ده وتقدر تلبي احتاجات المواطنين للعلاج غير موجود الأطباء والكوادر الطبية في شمال سينا عندك 83 وحدة طبية أسرة وحضر يعني احنا ست مراكز شمال سينا ست مراكز في منهم 84 قرية فلو جيت حسبتي العدد الوحدات الصحية والحضر هتلاقي متوازي نسبيا مع الاماكن يعني كل قرية فيها وحدة صحية بس في وحدة صحية ومفيش فيها امكانيات يعني مفيش عجز في عدد الوحدات الصحية بسيط في قرى محتاجة في قرى محتاجة وحدات صحية ومترامية العقل بنسبة كبيرة نقول ان هي يعني يعني موجودة موجودة ولكن الوحدة الصحية لما يبقى فيها الممارس ممارسة عامة طبيب لسه ممارسة عامة وعندك كسافة مثلا عندك قرية زي 6 أكتوبر 6 أكتوبر دي الوحدة الصحية بيجور مركز الشباب 6 أكتوبر دي ممكن اقول لك 7000 نسمة طبيب واحد احنا قلنا كل 10,000 مواطن ليهم 24 طبيب ده المعدل العالمي فانت تخيل لي مثلا 7000 مواطن معهم طبيب والطبيب مش حاضر 24 ساعة وجهديا مش هيقضى يكمل 24 ساعة وهو حتى لما فيه مشكلة تواجهه ما عندهش استشاري يصله يتناقش معاه يصله كمان المشكلة كمان احنا عشان موضوع الشبكات كمان هناك في التليفون صعبة شوية احنا لو فكرنا بمنطق العقل هنلاقي ان الأطباء المحافظات التانية ويحبوش روحوا شمال سيناء لان الطبيعة صعبة والأرض صعبة والجوة والامتيازات المادية ممكن نعالجها عن طريق الأهالي نفسهم اللي يطلع منهم أطباء هيبقى خلاص دي بيئتهم انا بقول لحضر لك احنا 545 واحد في نقابة شمال سيناء يعني نسبة قليلة جدا 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 هو المخترح النهاردة تعاملت عني كل الطيب هو المخترح إنه نوع كلية الطيب دي تقوبة على أكتر هو عندنا طب إمتى من وجهة نظرك في النقطة دي إيه الليك تراح أو إيه الليينفع لحل المشكلة دي توفير استشاريين عندك عجز في تخدير طباء التخدير عندك عجز في الطوارئ يعني عندك إهمال طبي في إهمال طبي لازم من الوحدات الصحية يكون فيها طبيب اتنين ثلاثة حتى مش تخصص هو الطبيب الممارس بيقولك عظام وباطن وكل حاجة لا أنا عايز تخصص واحد نصر عظام عشان لو فيه مرض أو فيه حاجة معينة لكل حاجة هيقدر يدني كل ده أولا حاجة أنا أقول نمشي خطوات إيه صح هوفر للمواطن هلحق الحالة لو هي قريبة من قرية تتكلمي في مربع نطق كيلو اتنين كيلو أولا ما عملتش كسافة على المستشفى العام لأن المستشفى العام كده كده فيه الحالات اللي هي محتاجة غسيل كلاوي محتاجة عمليات محتاجة يعني الحاجات العمليات الكبيرة فيه محتاجة في المستشفى العام وإحنا عندنا أصلا مستشفى العام كان عندنا مستشفى العام بير عبد القديم كان فيه 15 سرير النهاردة الفضل قضاء مسلحة يعني كمان مستشفى الحمد لله تطور عندنا مستشفى بير العبد مستشفى نخل على على مستوى بقى 36 سرير وعندنا حاجة الغلاسية الكلة وموجود فعايزين بقى مش نقفش لحد بي العبد يعني هو بي العبد كويس قوي بس نفكر نعمل ايه تاني انا كان عندي طلب ومقدمه لوزير الصحة 2015 ووزارة الدفاع وسيادة الرئيس وخدموا وفقات ولكن الوابع لم يسمح عندي كان مستشفى في رمانة طب أسري مع الطب الأسري عندنا في شمال سينة عموما التنظيم الأسره مش ماخد حيز المية في المية اللي هو على مستوى الجمهورية فالمستشفى ده مجهز جامد مبنى كبير فيه مباني كتيرة فاحنا طلبنا نحوله مستشفى عام يبقى قرب مستشفى عام ليه رمانة بير العبد فيه بينها 40 كيلو واسمع علي فيه بينك برضو 60 كيلو فالمريض مش هيقدر يروح المسافات البعيدة دي كلها مضبوط مضبوط كلامك لكن انا اعمل ايه بقى انا مستشفى رمانة ده احوله لمستشفى عام كمبانية موجود كتابع وزارة الصحة موجود انا مش محتاج حاجة يعني وزارة الصحة بس تكتبع عليه مستشفى عام برمانة رمانة دي كمان منطقة كسافة سكانية كبيرة يعني فيه كمان ممكن تبع مركز بعد كده فتخالي مركز مفهوش او مدينة مفهاش مستشفى عام فيه عجز فيه عجز فيه مشاكل فيه مشاكل فيه لازم يبقى فيه تواصل من القيادات الشعبية وعضاء النواب والناس اللي ممثلين في الإدارات لازم الدور الشعبي يقول دافع قوي جدا مع المؤسسات يعني إدارة الصحية ممكن ما ياخدش قرار او ممكن ما تعرفش يجيب قرار لكن فيه ممكن عدو مجل الشعب او رجل شخصية عامة وحد من الشبابة يبقى عنده الطاقة وعنده القدرة ويتهرق وخاصة لو من سناعة يبقى حاسس بأهلها وحاسس بالمعناة وهيقدر يدي الموضوع ان انت تعمل رضب بين الوزارات المعنية في القاهرة وشمال سيناء انا لما بدخل اي وزارة وقالهم انا من شمال سيناء فيه ترحاب بجد يعني بيقولك طب انتوا عايزين ايه طب نخدمك وفين هو مش وصله له الرسالة صح بالزبط التقارير اللي بتطلع مش مزبوطة عايز حد يطلع السورة صحة والاحتياج المزبوط حد رقابي من الجهة الشعبية المحليات المحافظة اعضاء المجالس النواب المشايخ كل لازم كل واحد دي كل واحد مسؤول عن قريته كل واحد مسؤول عن مدينته كل واحد انا نهاردة بمثل قبيلتي قريتي مركزي انا في الاخر انت بتقولي مواطن سيناء يعني في الاخر انا واجهة لسيناء اكيد طبعا باتكلم باسم سيناء لما نيه ندخل يعني لازم كلنا نتكاتف عشان نوصل لحل الحكومة واحدها مش هده اقدر تكملك ولازم يوفيه مساعدات اهلية يعني لازم مثلا فيه شق يعني مثلا فيه تفضل مشكورة الدكتور علي اللي هو موديل الدارة الصحية بالمجاهدات الذاتية عملوا مغزل لمباني الاكسجين الاستومات الاكسجين فلو احنا محتاجين مثلا انا ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب واحدة علاج طبيعي مثلا عايزين ارض هل في عجز في الاجهزة؟ في عجز فيه هو عندنا شخص المستشفى العام بيل العبد هو لشغال على بيل العبد كلها يعني عايزين غسيل كلاوي عايزين لا عايز كمان عايز كمان اشيل الضغط من على مستشفى بيل العبد وحولوا على الاماكن الثانية يعني عندي مثلا رمات فيها منص�� شرط بكوسف التقطة والكسافة والمسافة وممارسة عامة بحيث ان انا معاي اتنين تكليف معاي واحد ممارسة عامة معاي واحد استشاري اربعة واحد غاب وواحد عنده تسجر طارق واحد تعب يبنى عندي اللي بيسد العجز لكن ميوباش واحد على عشر تلاف واحد على خمس تلاف مش هينفع فيه عجز فيه عجز فيه مشاكل في شمال سينة فيه مشاكل احنا اقل محافظة في مستشفيات الحكومة العامة احنا اقل محافظة في عدد الطباء بقولك احنا اقل من 25% دي نسبة يعني انا متدنية احزن جدا لما اقول كلام ده بجد حاجة متدنية جدا 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 في المجال الصحي لازم نعمل في الفترة الجانية يبقى فيه تحسين بأمر الله انشاء ربنا وفيه معالجة لكل المشاكل زي اتمنى بقى انا ان القوات المسلحة هي لا تاخدوا الملف ده اتمنى القوات المسلحة اتمنى حاجة خمار اه يعني بجد لو مسكت الملف في الصحي في شمال سينة دي حقيق يعني هم عاملين مستشفى في نخل على اعلى مستوى نتمنى كمان يعملون مستشفى عسكري في رمانة زي مستشفى الجلاء كده زي مستشفى العسكرية حاجة توبة تختم انا عندي استعداد ان احنا نتبرع بحيطة ارض ونعمل مهبط طيران مهبط طيران ده لو اي حالة محتاجة نقل للقاهرة هيبقى المهبط عندك احنا ماندلش مشكلة احنا الاهالي متعاونين في الاراضي تبرعات انا قدر اجيب لك تبرعات وقدر اجيب لك اي حاجة نقدر نسويها انتهدم يا اصلا ربنا اي كامل المهبط طيران ده ممكن محدش فكر في الفكرة دي ولكن لما اعمل مهبط طيران جنب مستشفى كبير هيساعد نقل الحالة بسرعة وعندنا استعداد ان احنا نتبرع بالارض بجوار مثلا رمانة اي حد ما عندناش مشكلة هي هتاخد حيز مربع ويتعمل ويبقى مهبط طيران معروف ده مهبط طيران لو حصلت اي مشكلة قدر الله حتى على الجانب المدني العسكري يبقى عندنا حاجة بنعرف ناقد الحالات بسرعة ما نستناش لما تعدي وتروح اسماليا الطريق لا لازم يبقى فيه فكر متنور فكر متطور ان احنا ازاي نرقى العمل الخدمي من زمان قوي يعني انا قلت معلومة اسمها احترام ليك يعني بعتز بيها امي ست بسيطة كل الامرات هناك ستتوسط فبيشيله ميا جراك الميا على بقى اثنين كيلو اه طبعا انا بكلمة الكلام ده من من خمسة وعشر سنة هي من كنت تضحك نان من خمسة وعشر سنة فلقيت المصورة مسورة الميا الفخار مكسورة قلعتني جلبية وربطت المصورة عشان تصل الميا للناس تانية فده حاجة يمكن بزرة تضحية اه هي حطت البزرة دي فيك فانت طالع عايز تخدم الناس هي هو عمل اه هي بص تخيل انت يعني ضحت بحاجة نا فعشان بص الماء تصل لبقى الناس ده فكر فانا عايز المسؤولين اللي في يديكو حاجة اشتغلوا كله يعني عضا جات ورحلت ومعملوش حاجة وحدات محلية جم ورحلوا ومعملوش حاجة رؤسة مجلس مدينة جم ورحلوا ناعملش حاجة انا عايزين حد على الارض الواقع يحلل حد ملموس ويبقى حاسس بالناس ومشاكلها عندك مشكلة في المالية في الصحة تزفر يعني انا مرتبات شمال سيناء كمان بتاخد اهل انا عايزة نقاط محددة لحل مشاكل الصحة بشمال سيناء بصفتك سيناء عصرت وعشت المشاكل دي بصفتك عندك نظرة مستقبلية وبتعمل في العمل السياسي والمجتمع عايزة نقاط محددة تزويد الوحدات الصحية بالدكاترة واستشاريين دكاترة اللي هي ممارسة عامة ودكاترة استشاري لازم كل واحدة صحية يكون فيها على أقل دكتور استشاري علشان معملش عب على المستشفيات العامة ثانيا يعني تجهيز أماكن داخل الوحدات الصحية طليق بالأطباء اللي جايين من المحافظات الأخرى عشان يبقى فيه استقطاب ليهم الله ينور عليكي لازم يبقى في غرفة متميزة في انترنت في وصيلة اتصال لازم يبقى لازم على الإدارة الصحية التواصل بالوحدات الصحية باستمرار عندي عجز عندي عجز في المسكات عندي عجز في الجوانة البلاستي عندي عجز في أدوية عندي عجز في حاجات كتيرة لازم الإدارة الصحية هي اللي تشير ده مش مستني طبيب في واحدة صحية يقولك أنا عندي عجز لازم الرقابة دور الرقابة على المجال الصحي هو لا ينهض بنا غير كده هنفضل محلك سر 20 سنة جاية هي منظومة متكملة هي منظومة متكملة هو الواحدة الصحية الواحدة المحلية لازم يبقى رئيس الواحدة المحلية ليه رقابة هو الواحدة المحلية مختص بجميع الحاجات الموجودة المباني الحكومية داخل القرية لازم دورهم يتفعل أنا عندي فكرة الشباب عملوها تنمية إن هم يزرعوا عالطريق العام شجر خدوا مواقفة من الواحدة المحلية الواحدة المحلية بعد لما هم زرعوا وكلفوا بمجهود ذاتي تزيينوا الطرق وعايزين يعملوا الوجهة المساجد تتاخد لون فده شباب متبرع 18-20 سنة مجهود شخصي بيعملون الواحدات المحلية لازم تساعدهم بقى يجيب جرار ماية تسقي ما تخلنيش أنا كل مرة عايزة أسقي لازم يجيب عربية ونص سنة لو أجيب حد ينقل ماية عشان يبقى فيه تحفيز فيه تحفيز ليه؟ ما أنت ما توقفهوش ليه هو الواحدات المحلية كلها على مستوى الجمهورية فيها من 30-35 موظف فلو قسمناهم هيتطلع كل يوم فيه خمس ست موظفين فلازم لازم نشتغل أنا بقول كلام ده وفيه ناس ديزرق لناس مشوش كلا أنا النهاردة لما الدنيا تتنمى والدنيا تمشي صح كلها يحسي أنه فعلا شغالين صح والله الحاجة بسيطة جدا وزي ما قلتلك المسؤولين مرحبين جدا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا كرامنا إسعافات نزلنا وأنا بقول كمان لو أي حد عايز إسعافات في شمال سينة على قدر إن شاء الله خلال أسبوع نزله إسعاف في القرية وحدات صحية الناس هنا في الوزارة مرحبين جدا في الأماكن وحدات صحية مدارس مفيش مشكلة مفيش مشكلة الناس هنا مرحبة جدا والناس هنا حطانا في مكانة كويسة جدا نستغل لها نستغل لها بجد الدولة موجيها كل الأسبوطات عليك كل الأضواء عليك المشكلة كمان إحنا عشان بتكالي بس في الصح عامة إنت عندك 30 كلية طيب منها حوالي حكومية 20 جامعة الأزهر بتاخد 6 والجامعات القوات المسلحة بتاخد واحدة وجامعات الخاصة بتاخد 3 فأنا أتمنى برضو تزويد المحافظات بكليات الطب بحيث إن هجل ابن الوادي الجديد عنده كل الطب فهيخش كل الطب فهيخدم في كل الطب عنده ابن شمال سيناء كذلك اسمع لها كذلك دميات كذلك هي دميات فيها كل الطب هي حلها توزيع ابناء شمال سيناء هم اللي هيخدموا المنطقة ما هو أنا بابني في محافظتي وانت حررتك ببني في محافظتك لأن دي دولتي انت بنبني احنا كلنا هنطلع الهرم مع بعض يعني كلنا هنوصل مع بعض الخرجين عندي 10,000 طبيب كل سنة هو فيه بقولك إن العدد ده مزبوط بس العشرة تلاف دول مش كلهم بيشتغلوا قطاع حكومي العشرة تلاف دول كلهم في منهم بيسافر برا مصر في منهم بياخد شغل خاص فلازم أزود عدد الأطباء علشان خاطر أكون في نسبة يعني لما يحصل عندي عجز لا أنا عندي وفرة في عدد الأطباء وده يعني ده حاجة بسيطة طبعا فيه ناس في مجال الصحة تفيد أكتر فيه مدريات تفيد أكتر بس ده وجهة نظر أننا لازم تزويد الوحدات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأطباء لازم يا أطباء ولازم الرقابة لازم الإدارة الصحية تتحرك في كل الوحدات الصحية النهار ده لو حصل عندنا مشكلة ما بنلاقيش أقرب واحدة الصحية لك مقفولة أقرب واحدة الصحية لك ما فيهش طبيب فبتضطر تمشي أربعين كيلة وخمسة أربعين كيلة طبعا أرواح أرواح وحالات وممكن قطع ولا يوكن ولا قدر الله الحاجة اللي لازم يبقى فيه تكاتف بالضبط عايزين يتكلم عن سوء العمل بشمال سيناء أكتر المهن انتشار الأعمال يدوية طبعا رائعة تستقطب السياح إيه الإبداع ده وإيه الفن ده وإيه الجمال ده ربنا يكلمك ده الشغل يده وده حرفة هما موروسة عندنا ورسة المجال العام للشباب لازم نعمل ندوات تصقفية وفكر إن احنا نوعي الشباب نوعي الشباب في إيه مثلا أنا عندي مجالات زراعة وإنتاج حيواني وإنتاج سمك وإنتاج سمكي فممكن يعني حتى حمبارح للسيدة الرئيسي اجتمع بوضع مدفاع وهيئة صالة السمكية إن احنا تطوير بحيرة البردوية ده شيء جميل جدا هيعود بيه علينا هيعود علينا بالنفع إن احنا نفتح مشروعات وستثمارات على نطاق بحيرة البردوية وزيادة إنتاج السروة السمكية اللي هيزود بالتالي التصدير التصدير تمام يعني أنا عندي الانتاجية زادت عندي فرص العمل زادت بحيرة البردوية محتاجة شوية شغل محتاجة شوية شغل في أماكن فيها طبعا بوغيز عايزة يعني عايزة نظافة وعايزة شغل القوات المسلحة قادرة على هذا والسيد الرئيس أشرف خلاص إن شاء الله يعني قريبا جدا يتم العمل فيها ممكن نعمل مثلا بقى التغلفة الأسماك ممكن نعمل توزيع ممكن الفسيخ ممكن برضو تعميل أماكن يعني هتفتح هتفتح تقترح إيه لتطوير سوق العمل بشمال سيناء والقضاء على البطالة ده يبقى آخر سؤال معنا أخترح أول حاجة دعم الشباب عمل ندوات أسقفية مثلا فتح أبواب أسواق مثلا زي مخليلات احنا بنستأذنكم بقى كم ديازة زيادة كده عشان عايزين نعرف أكتر طيب أنا عندي مثلا البلح ده عنصر أساسي ومهنة أساسية للناس وموسم وموجود الأرض نفسها وطبيعة الأرض نفسها موجود ممكن نعمل إيه بقى مثلا نعمل الشباب يعمل مصنع للمربات يبقى عندك تين عندك بلح عندك كل الحاجة اللي تخش في المربات ممكن تعمل تعبئة وتغليف تمور ممكن تعمل العجوة وتدباع والتصدير ممكن مرحلة تانية التصدير فده شقة واحد كمان والدو ده بتاعت المنتجات رائعة البلح عندنا أنواعه كتيرة جدا فالنهارده لو أنت جففت وبيعت بس لازم لازم برضو الإدارات الزراعية تشتغل هي منظومة كلها تنفعش حد يشتغل لوحده لا لا ما ينفعش حد يشتغل لوحده الانتاج الداجيني برضو عندنا مزارع كتير جدا ناس شغالة مزارع كتير جدا الزتون عندك الزتون لسه كنت هقولك الزتون الزتون ده بقى يعني أنا بقى بفخور لما برضو كمان ما نكون ندخل سكندرية القاهرة تلاقي مثلا زيت زتون سيناء طب ده إحنا ممكن نعمله برضو ما نعمل التكرير ما في حدش بيكرر عندنا معظم الناس بيتيجي للقاهرة نعمل بقى مصانع ممكن هاية للسسمار هتشغل ناس وتزود عمالة وفي نفس الوقت هيبقى عندك انتاجة هيبقى عندك دقل هتغطي لعمالة ناسية للشغالة عندك ربح دخل للشراب بس انت خفطت نسبة البطالة فلما تعمل تكرير وتعبع وتغليف لزيت الزتون وانتاج فانا محتاج حد يصنع لعبوة كل دي مراحل وكي يعني الشباب محتاج حد يقطف الزتون ومحتاج حد يعصره ومحتاج حد يفلطره ومحتاج حد يجدين عبوة وحد يغلف وحد يعصر هي مجموعة فده انا بفتح بخلق سوق عمل للشراب سوق عمل جديد فحاجات كتيرة بس عايزة نشتغل وتصدير المشغولات اليدوية في الخارج ده احنا بنصدر الامارات بنصدر الامارات لأمانك كتير نحط في الحقل فاتت نوهت عليها يعني ده كويس ده شغال كويس ده عنصر نسائي والعنصر نسائي هي شغالة كويس جدا دي العنصر نسائي بتدخل اهتروا كلها والاماكن كلها السيدات كلهم بيشتغلوا على أعمال اليدوية أعمال اليدوية دخل أساسي بالنسبة للأسرة طبعا دخل دخل وهي في بيتها معززة مكرمة قاعدة فيضيف لها في الدخل بتاعها فحاجة كويس جدا يعني أكيد طبعا لازم كلنا نتكاتف أنا يعني دايما ولازم نهتم بالشباب ولازم نهتم بمراكز الشباب لأن مراكز الشباب هي اللي بتوصل الروح التعاون بين الشباب وزي وبتطلع برلمان طلاقح زي ما أنا برلمان طلاقح برلمان شباب عندك واحد فكر كويس فأنت بتوديه في مكان عندك واحد عنده فكرة هو الشباب كمان في دوار ومركز اقترحاتك ايه؟ لتطوير مراكز الشباب ومراكز الشباب اهتمام الشباب طبعا سيادة الوزير حد من الناس الشغالة جدا يعني لو احنا قلنا له عايزين دعم مالي لشمال سيناء مش هيتأخر عمل الدورات الثقافية بين المراكز الشباب الندوات التوعية من دور الأزهر ودور التعليم ودور الصحة عمل البرلمان الشبابي ده لازم يبقى على مستوى ولازم يبقى متنافس على مستوى القرى عشان أفرز للجيل الجديد أنا مش لازم أهجم أو متحكم أو محتكر في ناس محتكرة في العامة الساسية لا لازم أطلع على ناس كتيرة أشكرك جدا قصة محمد لأسف أنا بس هشكر حد معايا بس يعني تهناء وشكر تهناء لابن عمي طبعا سالم عاوض تخريجه من كلية الحربية ملازم أول ألف ألف مبقر الله يكريمك وشكر خاص لدكتور أحمد عبد الحفيز أمين مستشار أمين السياسات في حزب حموة الوطن أحد من الشخصات المحترمة جدا واللي شغال معايا في المجال الصحي والمجال الخدمي طاقة شبابية يعني بسم الله مشوه الله ربنا يحفظه طاقة شبابية متميزة بصراحة بيقول لي أنت عايز إيه في شمال سينا وأنا معاك حد شخصية محترمة والدكتور أحمد عبد الحفيز ده يعني حاجة يا رب يا رب يا رب أشوفك في منصب كبير لأنه هو ده فعلا اللي بيحب يخدم من غير مقابل حاجة محترمة جدا عندنا في حزب حموة الوطن ومستشار سياسي للأمانة القاهرة هو حاجة يعني أنا مهما أقول مش عايز أقول يعني عشان الناس بس ما تاخدش لا بس هو حد محترم جدا 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 وإن شاء الله هي شرفنا في يوم كده معايا إن شاء الله بإذن الله تعالى من حضرتك أعلمين متميزة وسعيد بتواجد معاكي أحنا أسعد والله بشكرة جدا بشكركم مشاهدينا الجمال على حسن ومتابعتكم لي معاكم مية بفعلي صناع السعادة انتظروني فقرات جديدة وكثيرة متنوعة السلام عليكم